يعيشوا مواطنون يقتنون بمحاذات جبل الحاسي في بلدية عينمليلة بولاية أم البواقي في ظروف حياتية قاسية دفعت بالعديد منهم إلى هجرة سكناتهم ومقاطعة تلميذ دراستهم إلى جال معاناة الباحث عن المياه الصالحة للشرب وانعدام كل للصحة الجوارية يقول رشيد مقدم أوضاع حياتية متردية يعانيها السكان القاطنين بمحاذات جبل الحاسي ببلدية عينمليلة بيوت طينية قديمة خاوية على عروشها ومعاناة البحث عن شربة ماء لا تزال تصنع يوميات المحرومين اهتراء المسالك بعد المرافق التربوية وغياب النقل المدرسي أسباب دفعت به تلميذات المنطقة إلى مقاطعة الدرسة وبعضهم أصبح نراعيات للبقر كنت نقرأ في الخامسة وحبست وعليش حبستي قرأتك؟ كعدت نقل مكانش والحال بعيد مدرسة بعيدة وفي غضون ذلك مسينات المنطقة المعزولة لم يدقنا طعم الحياة الكريمة أنا مريضة دي ما في سبيطار دي ما في سبيطار دي ما في سبيطار مريضة باللزم وعينية ما عندنا ما كانش العبادة اللي يمدوا لنا تذكري كروسة ولا تديه فوق الموته ولا كيف يدير له ما كانش طموبيلات مكلفرود ما كانش النقل ما كانش قادر يموت في التريك كان واحد ذلك انها راح يجيب طموبيل المراتعة تزيدكي ولا جلقها مزيدة وفي ظل بيئة جبالية جد صعبة أهالي المنطقة يواجهون حياة الشقاء التي تحولت من سيء إلى أسوأ بينما لا تتلاءم وطبيعة ظروفهم المعيشية المتدهورة